أقوم دائما بشرح الدروس باستخدام أمثلة مبسطة وأرقام تقريبية لكن لننتقل إلى أمثلة واقعية الآن ونقوم بتحليل معاملة حقيقية والغرض من هذا المثال الواقعي هو الدلالة على أن بعضا من الالتزامات المكفولة بالدين يتم بيعها بسعر أقل مما دفعه الناس أو بأسعار أقل من تلك المدرجة في بيانات الموازنة العمومية وقد يكون السعر الحقيقي أقل مما دفعه المشتري لنقوم بتحليل هذا المثال ثم سأمنحك الفرصة للاستنتاج بنفسك ما يظهر على الشاشة هو جزء من بيان صحفي أرسلته شركة ميرل لانش وهي قسم إدارة الثروات لمصرف أمريكا في الثامن والعشرين من يوليو وتذكر أن المصرف قد انتهى للتوي من تسجيل العوائد حيث يقوم بإجراء تحليل انتقائي للسجلات في الثلاثين من يوليو ويجب علينا تذكر ذلك خلال الدرس سأقرأ البيان في الثامن والعشرين من يوليو وافق قسم إدارة الثروات ميرل لانش من مصرف أمريكا على بيع التزامات مكفولة بالدين من نوع أوراق مالية بضمان أصل وهي أمريكية عالية الجودة بقيمة اسمية إجمالية تساوي ثلاثين مليار وستمائة مليون دولار لمؤسسة تابعة لصندوق لونستار تعد هذه معلومات هامة ماذا يمثل مبلغ ثلاثين مليار وستمائة مليون دولار إنه المبلغ الذي إما دفعته شركة ميرل لانش مقابل هذه الديون أو السعر الذي وضعته لهذه الديون وهذا المبلغ قيمة اسمية لديون أمريكية عالية الجودة ويبدو هذا آمنا لأن الديون العالية الجودة تعني أن المقترض يلتزم بسدادها إن الرمز APS هو اختصار لمصطلح الأوراق المالية بضمان أصول ونعلم الكثير عن هذا النوع من الديون إنها ديون بضمان أوراق مالية أو رهن للأصول وتقوم تلك الشركة ببيع هذه الديون لصندوق لونستار هذا الصندوق هو شركة حقوق ملكية خاصة في ولاية تكسس وسأضع خطا أسفل اسمه باللون الأخضر نكمل القراءة يتم بيع الديون مقابل سعر شراء يساوي 6 مليارات و700 مليون دولار إذن نستنتج من السطر الأول بشكل سطحي دون أي تحليل أنه في وقت ما كان هناك أصل قيمته الإسمية تساوي 30 مليار و600 مليون دولار لكن يتم بيعه الآن لشركة حقوق الملكية الخاصة هذه مقابل 6 مليارات و700 مليون دولار ما هو مبلغ استرداد الأصل؟ سنقوم بإيجاده بشكل أولي ثم سنجري تحليلا لذلك لندرك أن مبلغ الاسترداد أسوأ من ذلك لقد تمكنت الشركة من بيع أصل تم تسعيره أولا بسعر 30 مليار و600 مليون دولار بسعر 6 مليارات و700 مليون دولار وبالتالي تم بيع الدولار الواحد مقابل 22 سنة وهذا ما تشير إليه العبارة الأولى على الأقل بالنسبة للمبلغ الأصلي الذي تم تسجيله لهذه الأصول نكمل القراءة وفي نهاية الربع الثاني من عام 2008 لاحظ أن نهاية الربع الثاني من عام 2008 كانت قبل أربعة أسابيع من إصدار هذا البيان الصحفي الذي صدر في الثلاثين من يونيو وقد لا تحدث الكثير من الوقاع الهامة خلال أربعة أسابيع سنكمل القراءة مرة أخرى وفي نهاية الربع الثاني من عام 2008 تم تسعير هذه الديون بقيمة 11 مليار و100 مليون دولار هذا مثير للاهتمام ربما أدرجت شركة ميرل لينش هذه الأصول العام الماضي بسعر 30 مليار و600 مليون دولار في بيان الموازنة العمومية الخاص بها بعد ذلك أدركت الشركة أن هذه أصولا غير مضمونة فقررت تسجيلها بقيمة أقل من تلك القيمة لاحظ أن الشركة لم ترد تخفيض قيمتها بشكل كبير لأنه في تلك الحالة لن يستثمر أي شخص في الشركة أو ربما يعتقدون أن الشركة لا قيمة لها لكن في مرحلة ما قررت الشركة أن تكون صادقة أمام السوق بتخفيض قيمة الأصول من 30 مليار و600 مليون دولار إلى 11 مليار و100 مليون دولار لا أعلم كم من الوقت استغرقت الشركة لإدراك أن الأصول التي قيمتها 30 مليار و600 مليون دولار تساوي 11 مليار و100 مليون دولار في الحقيقة لقد خفضت الشركة قيمة الأصول بمقدار 29 مليار ونصف المليار دولار وقامت الشركة بذلك لتبدو صادقة عند القول أن هذا الأصل يساوي 11 مليار دولار مع ذلك قامت الشركة بتسعير الأصل بقيمة 11 مليار ثم بيعه بقيمة 6 مليارات و700 مليون دولار بعد أربعة أسابيع إذن بغض النظر عما ظهر في بيان الموازنة العمومية في الأول من شهر يوليو أو الثلاثين من شهر يونيو ما هي قيمة استرداد الأصل؟ تحصل الشركة على مبلغ 6 مليارات و700 مليون دولار مقابل مبلغ 30 مليار و600 مليون في غضون أربعة أسابيع على الرغم من أنه قد لا تحدث الكثير من الأمور في تلك الفترة إذن لقد أصبحت قيمة الدولار تساوي 60 سنتا بناء على ما ورد في السجلات في الثلاثين من يونيو إذن إن مبلغ الاسترداد يساوي 60 سنتا لكل دولار بالنسبة للسعر الذي وضعته الشركة قبل أربعة أسابيع نكمل القراءة وبسبب هذا البيع ستقوم شركة ميرل لانش بتخفيض قيمة الأصول إذن عند هذه النقطة تم بيع الأصول وبهذا تكون هذه معاملة حقيقية تم تخفيض سعر الأصول بقيمة 4 مليارات و400 مليون دولار قبل خصم الضرائب ماذا يمثل مبلغ 4 مليارات و400 مليون دولار؟ إنه الفرق بين السعر الذي وضعته الشركة للأصول سابقا أي 11 مليار و100 مليون دولار وبين السعر النهائي للأصول الذي يساوي 6 مليارات و700 مليون دولار وهذه ليست نهاية الأخبار السيئة فقد تعتقد أن هذا الأمر سيء للغاية حيث استطاعت الشركة الحصول على 22 سنة لكل دولار عند بيع أصل كانت قيمته الأصلية 30 مليار و600 مليون دولار ثم انخفضت قيمته بعد أربعة أسابيع لتصل إلى 11 مليار و100 ألف دولار أعتقد أن الشركة لم يكن لديها معلومات كافية بل تم تسجيل المبلغ 11 مليار و100 مليون دولار في الثلاثين من يونيو ربما لأنه عدد مناسب أي تم اختيار ذلك العدد ليبدو أن الشركة تقوم بتخفيض قيمة الأصول بالفعل إلى قيمتها الحقيقية لكن لم يتم تخفيض السعر بشكل كبير بحيث يشعر الجميع بالقلق تتحدث هذه الفقرة عن التعرض للمخاطر ويمكن مناقشة ذلك قليلا لكن ربما استغرق الكثير من الوقت في حال بدأت بالحديث عن المخاطر لذلك سننتقل إلى الفقرة الأخيرة التي تشكل أساس كل شيء وأعتقد أن ذلك سيعطي فكرة عن الألعاب التي تمارسها شركات التمويل على الناس سأبدأ بالقراءة ستزوج شركة ميرل لانش المشتري بتمويل ما نسبته 75% من سعر الشراء إذن يقوم صندوق لونستار بشراء الديون مقابل مبلغ 6 مليارات و700 مليون دولار لكن ما نسبته 75% من المبلغ هو قرد من شركة ميرل لانش ما هو المبلغ الذي يتم إقراضه؟ إنه يساوي المبلغ 6 مليارات دولار و700 مليون دولار مضروبا في الكسر فاصل 75% أي أنه يتم إقراض مبلغ 5 مليارات دولار تقريبا بالنسبة لصندوق لونستار فهو يعتقد أن هذه الديون غير مضمونة لذلك يوافق على شرائها بسعر 6 مليارات و700 مليون دولار وفي الحقيقة قيمتها أقل من ذلك حيث لا يرغب الصندوق بشرائها بنقوده الخاصة لذلك يجب على الشركة منح قرض بالجزء الأكبر من قيمتها لشرائها لن يكون من السيء أيضا إقراضها للصندوق بشكل عام وإذا أصبحت هذه الأصول بلا قيمة ذات يوم يمكن للشركة الحصول على الأصول الأخرى لصندوق لونستار وربما لا يكون هذا القرض ذو تأثير كبير وذلك لأن الصندوق يمتلك الكثير من الأصول الأخرى فهذا الصندوق عبارة عن شركة حقوق ملكية خاصة كبيرة ويزيد هذا الأمر سوءا حيث يتم منح الصندوق قرضا نكمل القراءة حقوق الرجوع لهذا القرض ستكون محدودة بأصول المشتري إن حقوق الرجوع هي ما يمكن للمقرض الحصول عليه إذا لم يقوم المقترض بسداد القرض ولن يمتلك المشتري أي أصول عدى تلك التي تم بيعها له بموجب هذه المعاملة ولأن صندوق لونستار يمتلك أصولا غير هذا الأصل الذي يقوم بشرائه الآن لأنه شركة حقوق ملكية خاصة ربما قام الصندوق بإنشاء شركة لا تملك أصولا أخرى وفي حال عجز الشركة عن سداد الديون لن يوجد ما تخسره إذن تم إنشاء شركة برأس مال يساوي مليار وسبعمائة مليون دولار أي أن صندوق لونستار قام بإنشاء شركة تابعة ووضع مبلغ مليار وسبعمائة مليون دولار ثم قامت شركة ميرل لنش بإقراض هذه الشركة التابعة مبلغ خمسة مليارات دولار سابقا وبذلك تقوم الشركة التابعة بشراء الديون أي أن شركة ميرل لنش تتمكن من نقل ما قيمته ستة مليارات وسبعمائة مليون دولار من الديون إلى هذه الشركة التابعة هذه الشركة التابعة عبارة عن شركة ذات غرض خاص تساعد هذه الشركة شركة ميرل لنش على إلغاء بعض الديون من بيان الموازنة الخاص بها دون الحاجة للاستمرار في تخفيض قيمة هذه الديون فكر فيما يحدث لنفترض أن قيمة هذه الأصول تساوي صفر أي أنها بلا قيمة تماما ووضحت في الدرس السابق سبب احتمالية ذلك في هذه الحالة ما الذي يخسره صندوق لونستار يرفض الصندوق سداد مبلغ خمسة مليارات دولار لقد ذكرنا سابقا أن المشتري لن يملك أي أصول عدى تلك التي تم شراؤها بموجب هذه المعاملة وحقوق الرجوع هي هذه الأصول أليس كذلك؟ إذن في حال عدم سداد هذا القرض ما تستطيع شركة ميرل لينش فعلا هو استرداد هذه الأصول التي لا قيمة لها ما الذي يحدث بعد ذلك؟ يخسر صندوق لونستار مبلغ مليار دولار وسبعمائة مليون دولار أو ماذا لو كانت هذه الأصول تساوي مليار وسبعمائة مليون دولار فقط؟ لنفكر في هذا المثال ونفترض أن قيمة هذه الأصول تبلغ مليار وسبعمائة مليون دولار يرفض صندوق لونستار سداد مبلغ خمسة مليارات دولار ما الذي يحدث في هذه الحالة؟ تستلد الشركة المقرضة الأصول التي تساوي مليار وسبعمائة ألف دولار ما الذي خسره صندوق لونستار؟ لقد خسر مبلغ مليار وسبعمائة مليون دولار وتشترك الشركة والصندوق في تحمل مبالغ بين مليار وسبعمائة مليون دولار ومبلغ خمسة مليارات دولار وفي حال خسارة مبلغ مليار وسبعمائة مليون دولار ما هي قيمة المخاطرة؟ يتم قسمة المبلغ مليار وسبعمائة مليون دولار على القيمة الإسمية الأصلية لهذا الأصل إذن يتم سداد ستة سنتات مقابل كل دولار من القيمة الإسمية ما الذي تدفعه شركة ميرل لنش؟ بناء على السعر الذي أبلغته الشركة لمساهميها قبل أربعة أسابيع من إصدار هذا البيان الصحفي تدفع الشركة خمسة عشر سنتاً لكل دولار بناء على ذلك على أي حال كان ذلك مثالاً من الواقع فلم أقم بطرحه بنفسي ولا أعتقد أنني كنت سأطرح شيئاً بهذه الغرابة لكن آمل أن يعطي هذا المثال فكرة عما يحدث على أرض الواقع